بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلته عليه نيم دكرة النهاردة بإذن الله يكون دكور من الدكورات اللي ما شاء الله جميلة وفي نفس الوقت سهلة نقدر أننا ننفذها بسهولة طيب عشان خاطر نعرف الخطوات والشغل لازم نتابع الفيديو للنهاية لو عايز تاقد فكرة عنه أو تنفذه لازم نتابع الفيديو للنهاية لأن جميع الخطوات والمراحل بتكمل بعض زي ما إحنا شايفين ده كده سلك مواعين سلك المواعين معروف وإحنا بنستخدمه دايما في غسيل الأطباء هنبدأ نفرده زي ما أنا بفرد كده بالظاف بحيث أنه يبدأ يعمل عروق ويبدأ يعمل تجويفات في السلك نفسه كده تمام موضوع كده إيه بسط وسهل بعد كده هنبدأ نجيب التيب زي ما موجود معايا كده ونبدأ نلفه بحيث أنه هو بعد كده هيمسك سلك المواعين بعد ما نفرده على الخط وبعد كده هنبدأ نفرد سلك المواعين وممكن بعد كده من فوق خالص وهنبدأ بإيه بالتيب نفسه ونمسك السلك برضو هيبان معنا وممكن برضو تخلي كمان إيه زي ما أنا شغال كده برضو بالسلك نفسه بابدأ أفرده ويبدأ يمسك من فوق ممكن برضو اتنين آآ يمسكوا معاك وانت شغال واحد يمين واحد شمال وبعد كده إيه هنبدأ بأمر الله دلوقتي نرش رشس بيري مفيش بقى كومبروسر حاليا لأن دائماً بتسئل في الخناة يقول لي مثلاً طب اللي ما عندوش كومبروسر طيب ده بإذن الله البديل بتاعه رشس بيري هنشوفه دلوقتي مع بعض بنبدأ بقى نبص كده إيه للشغل عايزين نفتح الشغل شوية بحيث برضو يبقى فيه مسافات موجودة عشان تعمل عروق معانا زي عروق الترخيم تمام ده كده زي ما احنا شايفين رشس بيري وهنبدأ نرش على السلك نفسه تمام طيب اللون الحائط نفسه اللي انا برش عليه ده لون يعتبر بني فاتح شوية ده تركيبته كانت عبارة عن إيه هنقول مثلاً كيلو أبيض مضاف إليه كيلو أبيض مطفي بلاستيك مطفي مضاف إليه علبة ونص بني وعليه حوالي تقريباً ربع علبة أسود حاجة بسيطة كده أسود تمام حيطلع معانا لون الأرضية البني بعدها بنخلص بنشيل التيب وحطة سلكة كده بسيطة مكان كده ايه مكان اللي التيب اللي احنا كنا حطينه على الحقط عشان يمسك سلك المعين على بسيط كده ايه وخفيف وهم حاجة ترش يعني بالراحة تمام رشي سبيري تمانها حوالي مثلاً من خمستاشر لعشرين جنيه يعني حوالي تقريباً واحد دولار كده حاجة كده بسيطة طيب عينها زي اللي معايا دي المسك وليكن خالة علبة لو انت عندك جدار كامل عايزين نركز في الحاجات دي كلها عشان لو حبيت بقى تنفذ الشغل لو انت عندك جدار كامل جدار كامل هياخد معاك تقريباً حوالي تلات أزايز رشي سبيري تقريباً يعني طبعاً احنا كده انا كده بعلم عشرين سنطي في جميع الاتجاهات فوق وتحت ويمين وشمال كده المقاس بتاعي عشرين سنطي وهبدأ اعلم ليه لان طبعاً انا معاي عينة طب انت بقول اياكم مثلاً عندك جدار كامل عندك جدار كامل ممكن تزود مثلاً تخليها خمسين سنطي ستين سنتيمتر على حسب وهنبدأ نشد التيب زي ما انا بشد كده بالزبط وهنبدأ نعمل دائر خارجي حاولين الشغل كله بالمناسبة ده ممكن كمان يتعمل على الوان اي الوان حضرتك عايزة ليه لان طبعاً لون الاسود بيمشي معاي لون والدهب برضو بازن الله بيمشي مع الوان كتير جداً تمام طيب احنا التيب اللي معايا التيب اللي معايا ده مقاس واحد سنتيمتر هنبدأ نشد التيب من غير مقاسات انا كده بشد تيب بمقاسات عايز تكبرها شوية عايز الصغارة شوية وياكن مثلاً بعض الاشكال الهندسية اللي موجودة عندي سواء مستطيل او مربع او خلافه او مسلس مسلاً هيبقى فيه كبير شوية صغير شوية ده المطلوب احنا عايزينه برضو يبقاش ده ده الشكل بتاعه وهنبدأ نلف حوالين المربع اللي موجود دلوقتي حالياً زي ما احنا شايفين الترخيم بسلك الموعين برش الاسبيري ما شاء الله سهل جداً وبسيط نقدر بقى احنا ننفزه ده ترخيم بسلك الموعين وبالمناسبة احنا رخمنا باسود ده ممكن يتعامل رخام باي اشكال تانية مختلفة وممكن نضيف كمان لونين مع بعض حتى هو موجود كده ايه عندنا في القناة كان فيه عمود احنا رخمناه عملناه ترخيم بسلك الموعين كان حوالي ثلاث الوان برضو للي حب يشوف ويتابع معانا هنسيبه في الوصف طبعاً واحنا بنشد التيب الخارجي لو حسنا مثلاً ان فيه حاجة عايزة ايه توسع شوية تديق شوية بقى برحتنا عادي خالص وبعد كده هنبدأ ان نجيب قطعة من القماش ونبدأ نتكع على التيب نفسه عشان خاطر يمسك كويس عشان ما يصرش فيه اي تسريب هنجيب دهب ده دهبي دهب ده بقى ممكن حضرتك تجيبه اي حاجة ترى عند الموان فيه دهب جاهز موجود جاهز بيجي من غير تخفيف تبدأ تشتغله ما شاء الله نفس الشغل ده بالزبط او ممكن تجيب دهب مسلا اه قطيفة او فلفت وتبدأ تشتغل اي دهب بازن الله حضرتك عايز تجيبه وتشتغل بيه هيشتغل معاك وهيبقى زي الفن طبعا انا اديت وش وبعد كده هرجع ادي وش تاني طبعا يعتبر اللي معايا ده اخد مسلا حوالي ربع كيلو دهبي ممكن مسلا لو حائط كامل هياخد مسلا معاك الدائر الخارجي ممكن مسلا قول لي ايه اعمل حساب كيلو كيلو معاك عشان ياخد وش شي وطبعا ممكن يقل عن كده عميكم نصف كيلو يكفي نصف كيلو ولكن احنا برضو ايه عشان تعمل حسابك لو حبيت تنفزه كده بعد بقى ما بيخلص ببقى بسم الله ما شاء الله جميل جدا حاجة سهلة فكرة بسيطة بالمناسبة الداخلي ده احنا ممكن نعلق على اي حاجة لو عايز تعلق عليه شاشة تلفزيون تمام ماشي ممكن مسلا نعلق عليه وليكن آآ برواز معين لوحة معينة يبقى جوه كده داخلي عايز تسيبه على كده برضو هيبقى ما شاء الله جميل جدا لو اي حاجة مش واضحة نشوفها في التعليقات عشان برضو نقدر نوضحها اكتر طبعا لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل اعجاب علشان خاطر يوصل لك كل جديد احنا بنقدمه كده بعد ما بيخلص بقى هيبدأ يبقى اكتر ويوضح اكتر ما شاء الله كده تمام الداخلي رخام والخارجي كده ايه ما شاء الله جميل جدا ده بيكده عامل زي برضو ايه شغل حتى برضو هنقرب ونشوف الترخيم الداخلي كمان عن قرب عامل ازاي كده ما شاء الله كده يبقى جميل جدا نشوفكم بازن الله في فيديو جديد على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته